أربعة مواقع أثرية تتجه نحو الغياب عن المشهد التاريخي اليمنية وقد تخرج من قائمة التراث العالمية الذي لطالما اهتم بمثل هذه المواقع لقيمتها ومكانتها التاريخية التي تتجه نحو المشهول بفعل الإهمال توالى التحذيرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بأن هذه المواقع لا تزال معرضة للخضر الشديد بسبب الصراع المستمر والكوارث الطبيعية والحرب المستعرة التي ما انهدأت حتى أشعلتها الميليشيا الحوثية من جديد تعاني مدينة صنعاء القديمة من البناء العمراني الحديث الذي شوه جمال المدينة القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين إضافة إلى معاناتها من إشكاليات في عملية التخلص من المخلفات ومياه الصرف الصحي وتهدم أجزاء عدد من المباني القديمة بسبب الأنظار وإهمال الصيانة والترميم مدينة شبام القديمة هي الأخرى تتعرض للخضر بسبب العديد من التهديدات التي أثرت على الهياكل التاريخية لها والتي تصل إلى القرن السادس عشر كأحد أقدم النماذج وأفضلها للتنظيم المدني المرتكز على مبدأ البناء المرتفع وتعود تسميتها بمنهات الصحراء إلى مبانيها البرجية الشاهقة المنبثقة من الصخور أما مدينة زبيض المصنفة على قائمة التراث العالمي عام 1998 وكانت مركزا إسلاميا ساهم في إثراء المكتبة الإسلامية والعربية بمئات المؤلفات لأشهر علماء العصر تحاصرها المخاضر من كل جانب الأنظار والمواجهات العسكرية والإهمال لتكون ضمن المدن المعرضة للخضر والشطب من قائمة التراث العالمية كل هذه المدن التاريخية حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 كونها مثلت نافذة فريدة لفهم الحضارة اليمنية الضاربة في جذور التاريخ والتي ازدهرت في شبه الجزيرة العربية منذ الأزل لكنها اليوم باتت معرضة للخضر وتتجه نحو الاندثار اشتركوا في القناة